فضيلة الشيخ وفقك الله يقول إذا أنا توضأت ولبست الجورب هل إذا خلعته وأنا على طهارة ينتقر الوضوء بهذا كذلك إذا خلعته قبل المس فإنه لا يزال تلبسه تمسها خلعته قبل الحدث إذا خلعته قبل الحدث لبسته على طهارة وخلعته قبل أن تنتقر هذه الطهارة لو عدتها في ذلك تمسها له أما إذا حصل نقبل الوضو بعد اللبز فإنه لا يمسها له حتى تتوضأ وضوءا كاملا ثم تلبسه نعم